بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي وإمام المرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات أينما كنتم في أرجاء عالمنا العربي أو عالمنا الإسلام أو عالم الدنيا الواسع هذا أينما كنتم في مغترباتكم في أوروبا أو الأمريكتين أو أستراليا أو حيثما كنتم والحمد لله متابعون في كل القارات في كل أرجاء الدنيا يتابعوننا من فضل الله فسلام عليكم جميعا حياكم الله ثبتكم الله قواكم الله وبعد مرحبا بكم في مفتتع حلقة جديدة من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الدين والدنيا وأن يصلح لنا دنيانا بديننا اللهم آمين وأن يولي هذه الأمة خيارها يعني الحقيقة الأمة من مئة سنة وهي من سيء إلى أسوأ ليس الأمة فاهمين علي إنما يعني إذا فسد الملحم ما فيش فائدة يعني يعني الحقيقة إنما السوء مفتعل ومصطنع ومخطط ومبرمج حيث أن لا تنهض الأمة ولا تقوم لها قائمة إخوان هذا مخلوق ليعمل ليتفكر كيف نحسن من واقعنا كيف ننهض من عثرتنا من كبوتنا من سقطتنا من نكبتنا من نكستنا من مصيبتنا كيف العالم كله تغير وتقدم يعني إسرائيل خلية سرطانية زرعت تضخمت كبورت توسعت أصبحت قوة عالمية مؤثرة ودولنا تنتكس وتتراجع وتتقهقر وتتردى وهم يتقدمون العالم كله يتقدم عدد دولنا يعني الجريمة في الشعوب أي لا هذا ظلم للشعوب دبل مرتين مرة بافتعال أزماتها المفتعلة ومرة بنسبة التخلف إليها أنت شعوب متخلفة لا من صنع التخلف ليس الشعوب ومن صنع النهضة كان قيادات اليابان قيادات ألمانيا بعد ما دمر البلدان نهض بهم القيادات الواعية المخلصة النادي الناضجة المجربة المنتقى والمختارة نحن ما ما ننتقي ينتقى لنا وينتقى لنا من يخرب وإذا ظهر واحد يعني فيه شيء من الفلاح أو الفوز تكالب الجميع عليه يعني نجح أردوغان بالنسبة للشعوب هو أمل يكره من يكره يحب من يحب عملاء ومرتبطون بقوى الخارج حيقولوا كلام هذا الحزب الحاكم أعلن فوزه يا حبي تعيني ومن أعلن فوز رئيسكم في بلدكم أنتم من أليس الحزب الحاكم والعزكر القابضون بيد من فولاذ على أرقاب الناس واعتقالات وزج في السجون وبناء سجون جديدة وانتهاكات لا يتابعها أحد لأنكم تحرسون إسرائيل منتهى البساطة إخواني الأمر مؤلم ممد جارح قهر والله قهر المناطن العربي عم يطحن من الداخل طحنا يعني مناظر الحرائر والنساء تجرجر على يد العسكر الصهاينة المجرمين إجلاء أهالي الخان والتنكيل بأهالي الخان الأحمر أمس أول أمس مناظر تجرح القلب وتخدش الحياء والقيم حرائرنا نساؤنا تكشف أغطيتهم ويلقى بهن ولا معتصمة فيكم أما مش معقول ما صرخت النساء ومعتصماه وعرباه وقيادتاه ولكن الصوتتاه الصوتتاه يا أبو ما رأيتم من حرائر تجرجر ولا تحرك فيكم الدم سمع شكري بقول إحنا نريد أيوة سمعنا سمعنا طلبنا كده من الكلام السكر سمعنا قدع سمع سمع كلنا أزان أيوة نريد الله الله تريد أنت تريد أخ والله يفعل ما يريد يا عام سامح نريد إنهاء الصراع شف الكلمات المنتقو منتقو أو المنتقو الصراع العام وفي احتلال خلي بل سيادتك ده صراع صراع نريد إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي العربي هو ما بقيش غير غزة السلطة استسلمت وسلمت وزعبرت الكلام هذه يعني كل واحد يستطيع أن يزعبرها يعني ومفهوم السقف إلى أين ينتهي ولكن الوحيد المتبقي في أمتك العربي غزة تحاربونها جميعا أنتم مثلكم مثل خلايا السرطانية تهجم على الخلية السليمة من أجل أن تفتك بها أو تحولها إلى خلية سرطانية أخ تأسن لهذا الواقع العربي الزري أي والله أقول حي سكني بدوي في الخان الأحمر من مناطق القدس منذ ستين سنة في هذا الحي بعدين أنتم قوة احتلال يا صهائنا ليس لكم من تغيروا الواقع والعالم كله بيوصفكم توصيف أنه قوات احتلال والعرب يعطوكم الثمانية وأربعين أرابي شرز ويعني الثمانية وأربعين حق لكم حلال على أولادكم لا والله لن تكون حلالا لكم ولا لأعوذ بالله من الشياطين أعوذ بالله ممن قالها وممن وقع عليها العياذ بالله نبرأ إلى الله من كل هذا ما أن علاقة بكل هذا الكلام المنحط الذي يعطي من لا يملك من لا يجتحق أنتم بالفور جديد يا أمة العرب على كل حال هذا الحي البدوي يخرج أهله بالقصر بالإكراه بالقوة بالضرب بالعنف بالجرجرة للنساء راجل كبير ملتحي تقديري على أعتاب السبعين أو نحو ذلك أخت أمه ولا بنته ولا زوجته ولا إيه لرموها في الأرض قام يريد أن يدافع عنها شاتوا الجنود بأرجلهم نزلت حطته عن رأسه وعقاله طار وبهدله بهدله شرشح مرمط إيهان وأمة العرب لا أسمعكم الله ولا جعلكم تبصرون لماذا خلق لكم مولانا الآذان والعيون لماذا أليس من أجل أن تسمعوا وتروا صيحات المظلومين والمكلومين والمتهدين والمقهورين على يد هؤلاء المجرمين أين الأمة العربية أين المعتصمون بترمب لا معتصمين بالله عز وجل لكنكم معتصمون بترمب أين العالم من المناظر الوحشية يعني لو رأوا أولاد بيلعبوا بحيوان كان العالم كل ضج واو حقوق الحيوان ولها جمعيات تنافح عنها لكن حقوق الإنسان والمواطن المزروع في بلده وأرضه متجدر فيها جذوره واصل إلى 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 صهير الأرض هذا يقلع منها ثم يرمى به في العراء ولا جمعيات تتكلم ولا أمم المتحدة تتكلم ولو جاء قرار يصدر لن يصدر قرار طبعا لأن العرب لن يتقدموا بطلب عقد مجلس أمن وطلب إدانا الإسرائيل لن يطلب العرب اختصر ريح راسك عمو تحت الطاولة الأمور أوسخ من كل ما تتصورون مختصر الكلام اللي بتنعجي أين أحرار العرب أين أحرار العالم يعني هذا الحي مثل ما قلت يخلع أهله ثم يلقى بهم في العراء في المجهول أنا ما لي ينصرفوا والمحكمة العليا في إسرائيل تحكم بخلع هذا الحي البدوي محكمة عليا ومن يدافع عن الفلسطينيين من محام الدفاع أين منظمات الحقوق الإنسانية أين تدافع عن هؤلاء المكلومين والمظلومين والمخرجين من أرضهم أين اتفاقيات السلام يا عم عباس وكل من وقع اتفاقيات السلام أين اتفاقيات السلام وقسمت فلسطين ألف با جيم اي بي سي اي لكم وبي لهم وسي لهم ورجعت اي لهم كل لهم ليس لكم من الأمر شيء وليس لكم من الأرض شيء وليس لكم خلاص كنت قل من الشهامة ونونا لكن مش مناسب خليها بطني أحسن صائب عريقات بقول هذا فصل عنصري تشخيص جميل وترحيل قسري سوط يا عم صائب سوط طب كان ينبغي أنه هذه الأعمال تقاوم خلية المقاومة الموجودة في الأمة في غزة تحاربونها حربا ضروسا شرسة بلا هوادة ولا تهدئا ولا تبريد دولة الحرب دالما تصعيد تصعيد وسقفة بيرتفع ليه يا عم صائب أنت ومجموعتك ليه ورامي الحمد لله والأخ الخليفة العباسي والفرقة كلها وماجد فرج طبعا لا ننسى إطلاقا الباشا ماجد فرج باشا باشا أيها الله إسرائيل تعلن أن القانون لا يطولها على الملع وأن القانون ما بحاسب ميش ولا تخضع له أصلا يعني إسرائيل فوق القانون أباب ذلو أي قانون تحترج الإسرائيل أي قانون عمه والعرب في الباطن راضون صامتون مقابل سهلة مقابل مقابل الكراسي أوضح من الشمس المسألة والممثل الشرعي والوحيد لا يملك إلا التعليق الإنشائي يعني أي واحد يملك أن يعلق هذا تهجير قسري بالله قال آه والله ما شاء الله وبناء عليه مدام تهجير قسري ماذا تعملون لما قصفت غزة بكل أنواع لا استحال محرمة واللي مش محرمة إلى آخر وقتل المدنيون على الشاطئ وإلى آخر آخ قلت سنرفع هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية ما رفعتهوش بعد سنين من هذا الكلام خمسة ستة سبع سنين ما رفعتهوش ولغاية الآن قلت سنرفعه مش هترفعه وإذا رفع من تعرفين نتيجة أمريكا بالمنصاد صاحبتكم هي مش صاحبتهم الحقيقة هي صاحبتهم بالمعنى يعني مالكة أمرهم أما صاحب صديقة لا مش صديقة لهم وتعملهم مش معاملة الصديق لا ولا النديد أعوذ بالله تعاملهم معاملة سامحني فلتدفع المنطقة إلى الهاوية وإيه يعني لو صاحب عرقة بيقول هذا يدفع بالمنطقة نحو العنف تندفع المنطقة نحو جهنم إيش يعني بمسح بكم الأرض هذا موقف باختصار وحنا نعمل ديباجات وموضوعات إنشاء هذا عمل لا إنساني يا حلاوة هذا عمل وحشي بالله ما هذا عمل لا قانوني إن شاء الله لكن ما رد الفعل هذه قوة إجرامية بدها من يخرسها من يسكتها من يرد عليها الوحيد اللي كان يرد عليها غزة تحاربونها مفهومة يا أمة العرب مفهومة مواقفكم مفهومة يا شعبنا آن أن نعي المعادلات إلى متى يخدعوننا إلى متى إلى متى إذن كل فترة بقعدوا شهر شهرين بدون حراك بلو إسرائيل بعدين بينقضوا على منطقة جديدة أم بيتم باب الرحمة بالعنف بالقسر بالضرب بالحرب حياخدوا وعالم العرب يتفرج واللي عم بقاوم أهل غزة أهل القدس بيقاوموا لكن مدام جات الجرافة والدبابة يعني يشتقاوهم أيش والعرب لا يلجؤون حتى إلى المحافل الدولية المنحازة لإسرائيل لا يلجؤون لأن المعلم يحمل عينه فيهم بفهموا على بعض ما خلاص سكتوا سكتوا آخ آخ شفت قيمة أن يكون الجالس على الكرسي منتخبا شفت القيمة من يجرؤ أن يفتح عينه في أردوغان قال وراي أنا تسعين مليون لكن منه يقول أنا وراي تسعين مليون الرئيس السيسي بيقولها أن لا أن لا هو فاهم والشعب فاهم والكل فاهم كيف الألعاب يتتم وبكرة شوفوا مصر شفناها وبكرة شوفوا مصر شفناها إيه اللي حصل لمصر غلاء 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 هو دا اللي كنا حنشوفه غلاء غلاء حرقتونا هو دا اللي كنا نحلم به بقى يا ريز يا كبير القلب انت يا كبير العقل والدماغ والتفكير والتخطط والاستراتيجي هو ده اللي كنا نحلم به مش هو ده وبكرة تشوفه مصر ودوني كمان سنتين ودوني كمان سنتين ودق يا مزيكة ودوني كمان سنتين الدينك سنتين في سنتين والامور تزداد طينة ونيلة وهباب العالم العربي الوحيد ممنوع في الانتخاب العالم والاعراب العالم كله ينتخب ميركل بتطير بالصندوق مش بالدبابة الدفاشلين ارهاب طيرهم بالصندوق اردوغان تقدم وما في احد قال انتخابات عليها شائبة الا العرب قال هذه انتخابات مشبوهة اصلا تعرفوا الانتخابات انتم يا امة العرب اربعمائة مليون لا تعرفون الانتخابات اصلا تعرفون الصندوق الجاهزة تعرفون الصندوق المملوء جاهزة والعراق شاهد على على واقعكم سيعادل فرز اليدوي ليه لانه وشي صندوق حرقوها وشي مواقع فجروها عشان يختفي الجريمة لك العالم العربي في القرن الخامس عشر قبل الميلاد عايش الموقف من اسرائيل ومسالمتها لا يتغير وان اهل فلسطين لا بواكية لهم خلاصة الكلام والعرب لن يضر اسرائيل الا اذى زعبريش والعلاقات في الباطن سمن على عسل سمن على عسل والان بعد هذا التنكيد سامحونا والله اني شفت المناظر تقطع قلبي والله شي لا يحتمل نقف مع الآية الكريمة إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون قبلها الآية الكريمة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقصطوا اليهم ان الله يحب المقصطين ما قاتلونيش ما اخرجونيش من دياري ما اخرجونيش مش انا يا مصر ولا السودان لا اي اخ لي اخرجوا من دياري فكأنما اخرجوني انا اخوي نفسي واخوي مثل ابني مش اخوي انا بتفرج على جرحه وقلمه هجرته وتشتت في اسقاع الارض وضرب اهل درعة واهل بلدا واهل ادلم اهل حلب اهل حموص اهل حما بتفرغولهم محافظة محافظة بيدمروها على القرامي على الارض والعالم يتفرج وبعد قتله هم استخدموا الكيمة ولا ما استخدموه شو الله ما انا عارف العالم مش عارف والله العالم عارف يا بوي انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين لما اخترت الآية لسه ما كانش الواقع الاليم يعني قبل اليوم الخاني الاحمر اخترت الآية بيوم ولما كنت شافي المناظر قلت سبحانك جت الآية مطابقة تماما هذه سورة الممتحنة البعض بقراءها الممتحنة يا الممتحنة اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فهن ممتحنات والمؤمنة ممتحنة سورة الممتحنة على كل حال يا أيها الذين آمنوا أولها لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أولها آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وفي وسط السورة اللي اسمعتها الآية الكريمة إنما ينهاكم الله أن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وكل متحقق في إسرائيل يا من توالون إسرائيل منوهن لعدوالي إسرائيل لحظة أما كلها موالي إسرائيل زمان الخداع انتهى زمان الأقنع سقط القناع عن القناع الآن كله انكشف اللي فاهم فاهم من بدلي واللي مش فاهم فهم واللي مش عاوزي فإن شاء الله عمر ما يفهم هذه القضية الثانية أن تولوهم ثم التهديد ومن يتولهم مطلق منكم ولا مش منكم فأولئك هم الظالمون إي والله من يتولى إسرائيل ظالم لدينه لشعبه لأمته لوطنه لمقدساته للتاريخ للجغرافية للإنسانية ظالم مجرم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون منكم ولا مش منكم ومن يتولهم إذن هذه سورة الممتحن رقمها ستين وإنما ينهاكم من آية رقم تسعة وترتيبها المصحة في خمستالاف ومية وتسعة وخمسين من ستالاف ومئتين وستة وثلاثين آية القرآن الكريم لاحظ يعني عدد القرآن ثلث اعتبارات قاتلوكم وهذا متحقق مثل ما كنا أخرجوكم متحقق ظاهروا على إخراجكم يعني وين في عدو للأمة إسرائيل بدون تفاصيل بدون تفاصيل قلت لك إسرائيل كانت على صلة بقيادات الأكراد المنشقة عن العراق منذ سبعين سنة ستين سنة على الأقل يعني مصطفى البرزاني معروف صلة بإسرائيل مكشوفة وعدت مئة مرة صديق لنا كردي قل صديق لكردي صديقنا مع دكتورة من أمريكا التقينا في أمريكا والتقينا هنا المهم فقال لي تحضر اجتماع حضرت في وجه مألوف بالنسبة اللي بقول له هذا الوجه شايفه أنا قال لي هذا مردخاي آه هو وزير الدفاع الإسرائيلي وجهبني الاجتماع في إسحاق مردخاي فؤاد اسمه الكردي فؤاد هو كردي قال له هذا وكانت إسرائيل تبعت لهؤلاء المنشقين تبعت لهم مستشارين عسكريين مستشارين أمنيين يتبدلوا كل شهر مجموعة بمجموعة وبعثات طبية وأسلحة وذخائر شحنات متتالية وراء بعض يعني هم اللي كانوا وراء تدمير العراق الآن عاوزين يكونوا خنجر في خاصرة تركيا تركيا وقفت لهم بالمرصاد الشعب الكردي أخونها هذا الكلام ما حب يزاود عننا فيه الأكراد أحبابنا وإخواننا والقيادات زي القيادات العربية يعني إخواننا الأكراد ذا تتعصبها مصطفى البرزاني مش منكم أنتم إخوتنا صلاح الدين فوق رأسنا من فوق نعتز بي ليوم الدين والحمد لله جاءنا حفيد قبل أيام سمينا صلاح الدين أو سماء ابننا صلاح الدين قلت أحسنت من أجمل ما يمكن صلاح الدين نعتز به والله من هون إلى قيامة الدنيا من من الآخرة لكن أعتز بالبرزاني لو طالباني اللي قلت لك ازمينا هم عراقي كنا ندرس مع بعض هو بجامعة القاهرة قانون ونحن بالأسر نلتقي فالطالباني يقول لهذا الأخ قال إن قامت لنا دولا نحمل صحف الصفرة اللي جاء بها محمد ونرجعها على مكة على ظهر جمل الأجرب صحف الصفراء يقصد القرآن الكريم هل هذا يمثلكم يا أكراد لا لا معاذ الله معاذ الله إذن هذه الآية لاحظ موقع السورة أولا قبلها سورة الحشر تتكلم عن قتال بني إسرائيل وبعدها سورة الصف أيضا الكلام عن بني إسرائيل وفي الوسط الممتحنة ممنوع الولاء لأعداء الأمة يا سلام على منهجية القرآن وأنساق القرآن وتآلفات القرآن الممتحنة هنا قبلها الحشر تتكلم عن إخراج بني النظير من من المدينة المنورة من المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام ثم سورة الصف جلها كلام عن بني إسرائيل وختامها عن بني إسرائيل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يقاتلون ليحموا أغصاهم مسر نبيهم مقدساتهم شرفهم أعراضهم أوطانهم أمتهم شعوبهم يقاتلون لماذا أعداءكم يقاتلون وأنتم تتنصلون من القتال قتال هو التخلف تخلف الاستسلام والاستخداء أمام هؤلاء الجبناء الأعداء المجرمين ما قلنا شيئا وقد دهمنا الوقت في الوصل الثاني أتكلم عن كتاب باللغة الألمانية وما النومالو يا سيدي نعرف ما النومالو لكن بعد فاصل قصير يسير كونوا معنا اشتركوا في القناة اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهداتنا حياكم الله جميعا سلام عليكم مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم قلت هناك كتاب باللغة الألمانية هذا الكتاب حوالي ربعون صفحة ولا كام طبع منه يعني عشرات الآلاف من النسخ بيع بخلال أسبوعين ولا كام عشرين ألف نسخة هذا الكتاب وصلني أمس من صديق لنا في ألمانيا عايش بفرانكفورت تمكن نزل فيها عشر مرات على الأقل هذا قصة الكتاب ومقابلة نشرت في جريدة فرانكفورتر الجماعيني فرانكفورت الصحفي يحمل دكتوراه مثقف أستاذ جامعي وصحفي وكاتب ومشهور في بلده ومحترم الحق يعني تصل يتكلم العربية تماما قل لي أريد أعمل معاك مقابلة وقلت مرحب جاني البيت يمكن لبث ثلاث ساعات قلت والله يا أخي يعني مثل ما بيقولوا فيه كيمياء مشتركة محترم الرجل لا أعرف دينه مسيحي ولا غيره أعتقد مسيحي ومتدين أظن لكن موضوعي عقلاني نشر المقابلة وقابل أيضا الصحفي اللامع محمد أبرمان والباحث المرموق حسن أبو هنية وقابلني أيضا مقابل مثل ما قلت استمر ثلاث ساعات ويعلم الله لا نتكلم كلمة إلا القناعات الراسخة عندنا ما في عندنا كلام لا استهلاك وكلا لا 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 من فضل الله وانفيس وجه واحد عندنا مبطن ومعلن ومخفي لا 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 تعمو اعلم أن كل كلمة تسمعها هي حقيقة ما نعتقد وأنا لا أمثل أحد أمثل نفسي إذا بظن أمثل أحد أنا لا أمثل أحد لا تكتلات ولا تجمعات ولا هيئات ولا أن إلا نفسي موالي من راسي أقول قناعاتي وما عندي من فضل الله ابطانة وكلام ظاهر لا كل واحد باطنا وظاهرا في اللي بتسمع مني هو ما أعتقد من فضل الله لا نعتقد نحن بأنه في ذرة مصلحة للإسلام معاد الله ولا فيه ذرة إنسانية ما يجري من تفجيرات في بلجيكا وهولندا وألمانيا وغيرها من البلدان وفرنسا وغيره أو دهس أو غير هذا توحش ديننا حتما لا يقبل هؤلاء قوم عملاء قياداتهم ولكن الأفراد مغرر بهم سذاجة جهلا فجاجة طفولة كرياء الخلاصة بقولت لساعة استمرت المقابلة ويسأل وهذه الرجل هذه زيادة يعني ما بينفعل زحلاتنا المهم فقل إن شاء الله لنا عودة إلى وهذا المقال سأنشره المقابلة بكاملة وكان يسجل مثل ما هي لا أتصرف يعني أنا مؤتمن على كل كلمة وسأطبع الكلام هذا في كتاب وارجيتك الكتاب وفاتني نطلب من الأخ من هنا من سكان إربد أن يترجم لي يعني بعض الفقرات من مقابلتي على الأقل سهوا فاتتني الحقيقة شغلنا بالكلام والذكريات في ألمانيا وأول زياراتي 76 لألمانيا ومن أولها لآخرها الخلاصة يعني حرفناها من أولها لآخرها 76 وما بعد وما بعد وما بعد مرات كثيرة والحمد لله تعالى هي وباقي ثم يعني جاء المنع بدعوة أنك تتكلم تتكلم عن اليهود طب والذين يقتلوننا تقتيلا ما حكمهم في قانونكم قليم ما عنديش نص الله النص علينا إن تكلمنا ولا نص عليهم إن قتلونا تقتيلا شفت يا أبويا شفت لا على كل حال إذن هذا فكرة وهذا الكتاب بإنصحهم فيه ملخص الكرام والفكرة إنه عليكم يا أوروب أن تتعايش مع الإسلام الإسلام ليس كما تصورونه الإسلام بريء من كل يعني هذا خلاصة الموقف من الإسلام ولا أعتقد أن الأخ حسن أبو هنية والأخ محمد أبو رمان أبو رمان من طلابنا الكرام النابهين الحقيقة ونعتز به والله كتابات ممتازة وواعي ومتجدد ومثقف حدث ولا حرج ما يمكن نختلف في مثل هذه المسائل يعني مش ممكن عاقل يختلف معاقل في هذه المسائل دين عظيم كالإسلام يسمح بهذا الإجرام يستحيل يستحيل ولا يشرفنا أن يمثلنا هؤلاء مطلقا لا والله لا من قريب ولا من بعيد على كل حال ذكرى ثلاثين يونيوم يونيوم آه أحسن من يونيو على أقل يعني بالتاكل ولو أنه متخلف في الأكل لكن أحسن من ثلاثين يونيو ثلاثين يونيوم زي بعضه شعار إرحل ياسيسي ظل الهاشتاق الأول لعدة أيام في ذكرى توليه السلطة الذكرى الخامسة استخدام الأقباط ولذلك طواضلس حاضرا والطيب حاضر طبعا طيب راقل طيب يعني نعرفه يعرفنا المهم ومرارا يعني تكلمنا يا عم أحمد أيو الله أقول له يعني ينبغي الأزهر يكون له دور واحد اثنين ثلاثة وسكرتيرو بسجل المهم يعني الأزهر ضعيف ضعيف والشيخ الطيب يعني ضعيف أيضا مع الاحترام رجل طيب لكن الضعف موت الحقيقة يعني ومن من شيخ الأزهر لما كانوا منتخبين كانوا قمم لما أصبحوا بعد عبد الناصر معينين صاروا عينين أمه من زمن عبد الناصر بطال العروب أقول لك يا قيادة بطل السورة ومن رجاله عبد الحكيم عامر أبو بيرلنتي وصلاح ناصر أبو اعتماد خورشد وسعاد حسني وذؤام الزيكة أقول لك كمان مين خلاص من سوريا السراج اللي هم مجرم حرب من الطراز الأول الخلاصة قل لي من رجالك استخدام الأقباط استخدموكم فاكر لما دمروا مصر من الداخل بالبلاك بانكس والبلاك ماسكس بلاك بلوك والبلاك ماسكس أقنع السوداء وهالمهم دمروا مصر قتلوا وحرقوا وأنهم ما نمسكش ولا واحد واستعملوا ريبل تمرد 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 كله طبعت تمرد أربعين مليون في مطابع الخوات المسلاحة سلاحة آه سلاحة تمرد طب الآن خلوهم يطبعوا تمرد أو قولوا كلمة على على الرئيس بتاعكم زورة مصر وقت ما يعني ما جرت الانتخابات طابور البنزين وقف كيلو لأن البنزين يدقش يقش يخلق أزمات فراخ ما فيش مع أنه باسم عودة أحسن وزير تموين مر على مصر في تاريخها كله ما عدا يوسف طبعا عليه الصلاة والسلام أحسن وزير تموين مر على مصر في تاريخها كله انتظم كله لكن العسكر يخلقونه أزمات ويقولك أخوانة الدولة أخوانة الدولة وعسكرة الدولة حكمها إيه إذا الوضع الطبيعي لا مش طبيعي يا أخويا أخوانة الدولة الدولة ليس لهم من الأمر شيء لا لحكم المرشد المرشد مسكين بمونش على بصلة لما كان باسم يوسف قاتله الله عام اللفة قد كده يصور مرسي إنه عاوز يرجع الخلافة تطلع روحك لف قد كده ويضحك الجمهور يا أغبياء العالم إن كان راجل باسم يوسف يمثل السيسي حاول مرة من بعيد كده يلمح نادوه وقالوا تعالى اسمع أنت وأولادك واضح واضح معناها شطب شطب بشطبه خلاص طلع برها طلع برها وسكت خالص سكت الكلام باسم يوسف خرس لكن لما كان مرسي كان لسانه ست شعب ولقيش يديله يديله لمرسي يديله على دماغه خيانة العسكر أمناء أنتم يا من أقسمت القسم أمام رئيسك جماعة إرهابية من تكون عندهم وزير دفاع كيف كنت وزير دفاع عند جماعة إرهابية كيف استخدام الأقباط يا أقباط عار أن تستخدموا عار أن تكونوا مع الانقلاب فقط لأن المنقلب عليه ينتمي للإسلام أي لا لا أما أنه الإسلام أنصفكم طول التاريخ عمر الإسلام ما كان ضدكم يا أقباط عار والله أن تقفوا هذا الموقف سيسجل فيه تاريخكم نقطة بقعة سطورا سوداء قاتمة تظل وصمة توادرس أهند شعبك يا توادرس الاستعانة بإسرائيل وأمريكا وهذا وصيط توفيق عكاشا قالوا لي يا توفيق يا عكاشا نعملين لانقلاب عاوزين نسوأه تقولهم سهلة إلقاوا لي إسرائيل وسألتكلم أمريكا أمريكا تعترف فيكم وأخذوا بوصيتي أوه توفيق عكاشا اخبط عليه يطلع لك توفيق عكاشا اضرب على الصندوق يطلع لك توفيق عكاشا راداتي كان فراش في في ماس بيرو اللي هو إيدا مبنى التليفيجين المصري قال صفوت الشريف وزير الإعلام الإعلام المهم فبس ييده بيعرف من هنا تأكل الكتف ألقا دا يعني شوفونه مقدم برامج ولا بين الفقرات فحطوهم مزيع ما بين الفقرات والآن مع مسلسل أفواه وأنارب مثلا مثلا يقدم ما بين الفقرات المهم بعدين شوية شوية صار له قناة تلفزيونية توفيق عكاشا كن عميلا ترى الوجود جميلا ويراك الوجود جميلة فاتح علاقات مع إسرائيل ومع السفير الإسرائيلي وكشغى توفيق عكاشا وبعلم القيادة المصري تعمل إيه قال له إلقى لإسرائيل وسائلته يسوئك تسوئك يعني عند أمريكا ويعترفوا فيك واخدوا بكلامي ومشي الأمر والحمد لله فكذا ما كان طلع جزمته على الطاولة والقزمة دي أضرب بها قيادات حماس وكل اللي في غزة هذا توفيق عكاشا وهذا مستواه القزمة دي مرات طلعها إيش لح من الرجل وحطها دي أضرب بها مشعل وهنية وكلهم هذا مستوى إعلام العسكر مستوى منحط مستوى في الحضيض حضيض الحضيض والله كذب وافتراء وتزوير وتشويه اللي أتل الناس في الميدين هم هم بتوع غزة أه واللي احتلوا عربات الأمن العام وداسوا الناس هم هم بتوع غزة يا كذابين انتوا سقطوا إذن كنتوا في الموت في الأرافة كنتوا لما تيجي غزة حمولة باصيان غزة احتل المصر كلها أي لا اجتماع مثقفين في بيت الكفراوي في ثلاثين يونيوم أو قبل ثلاثين يونيوم انه عاوزين نحرك وخالد يوسف ولا اعمل لهم الفوتوشوب هذا انه يعني صور لهم ثلاثين مليون ده ميدان التحرير واحده كان فيه ثلاثة مليون بس توابش ميدان التحرير ثلاثة مليون لو شقينا كمان ميدان بيستوعبش ثلاثين مليون اتجمعوا فين دول القاهرة ممتدة على ميت كيلو بتوصلش عشرين مليون القاهرة كيف ثلاثين مليون اجتمعوا فيه في ساحة كيف فوتوشوب وخداعوا كذب وخدعوا الناس اولا فشلوا التجربة ومع هذا ارتفعت مصر انتاجه الى القمح وصل اعلى مستوى ومنسوب في تاريخ مصر السنة اللي بعدها من حكم السيسي نزل انتاج القمح الى خمسة وعشرين في المية مما كان على زمن مرسي ولما زار مرسي المزارع قال لهم اكلنا من امحنا لبسنا من صنعنا واسلحنا من صنعنا ودوانا من اعطى المصري ثقة بنفسه وباسم عودة يلف على المؤسسات التابعة له ميداني وانضبط الامور لكن العسكر لم يرق لهم وبدلوا الاعلام المجرم يشيطن مش في الاخوان لا لا في الاسلام نفسه والان عم بيلعبوا في الدين كله كله بدون تفاصيل تفاصيل حنتو فيها لما قالوا ألغوا التربية الاسلامية وامت اتصل للمزيعة في شيخ الازر نهنوكا عم الشيخ الازر يا طيب بيلغاء التربية الاسلامية عشان ينتهي التعصب تعصب اه التربية يسمي تعصب والشيخ الازر يقول الان نهنق الوطن والبلد عم الشيخ احمد يا طيب يا راجل التربية الاسلامية بتعمل تعصب واحدة قلتلك يعني في حلقات ما تكلمت قالت نعاوزين نعلم الزردشتية والسيخية والله كما اقول لكم والبذية عشان ينتهي التعصب للإسلام تعصب للإسلام مش تعصب عندنا عمه مش تعصب لما كان كتاب يعلموا القرآن عشر سين يحفظ قعد للناس قال لهم افل 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 على الموضوع ده كتتيب ايه وقرآن ايه احنا ثورة اشتراكية قومية علمانية ها 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 نية ها ها كانوا يخططون عالميا وعربيا ومصريا للانقلاب على الانتخاب ممنوع العالم العربي يعيش انتخاب حقيقي ابو لك مرسي زور الانتخابات اسكت اسطر على نفسك انتم ملوك التزوير ورؤساء التزوير انتم انتم صناعه تتكلموا على العالم كله براقب تركيا والذين هزم في الانتخابات قال اهنئ الرئيس اردوغان وهو رئيس كل الشعب وانا اعترف بهزيمتي لا قال تزوير وقاح انه يجي واحد من خارج البلد يتهم البلد بالتزوير الزم حدك بطلع لكش تجاوز على اسيادك بطلع لكش دول اصدق منك منهم منكم وقف لما بيريس قاعد يتكلم في ديفوس الشعب الاسرائيلي تعرض للقتل والتهجير فوقف له اردوغان قال له الشعب الاسرائيلي انتم اللي اخترع القتل انتم سادة فن القتل نتكلم عن القتل انت انت اول القتلة انت اول القتلة وحمل اوراقه مشي منهم منكم فعلها اردوغان فعلها والعالم العربي كله صفق له ووقف له احتراما على هذا الموقف ووقته كان لسه بدايات حكمه بيعرف انه اسرائيل تستطيع ان تخلق له في بلده عقبات ومشكلات وفعلت وتآمرت مع العرب وانتو فاهمين عليها تآمرت مع العرب اعراب في الظاهر قلوب فاجرة عميلة عميقة العمالة عتيقة العمالة في الباطن والعروبة في الظاهر تحيى العروبة الظاهرية وهي منهم مراء وهم منها مراء على كل حال اه ثلاثين يونيوم صدر قانون جديد يمنح العسكر حصانة ضد المحاكمة محليا وعالميا عسكر انتو انتي محاكمات لا تحاكمون ايه وسيسي في يوم الانقلاب جمع الضباط ووعدهم بزيادات مش مخزية مجزية يا اخي لا اله الا الله ظلت القوات العسكرية المسلحة بعيدة عن العمل السياسي هذا في اعلان الثلاثين يونيوم قال قوات المسلحة ظلت سيسي وارجع لخطابه لما كانت وادرس قاعد والطيب قاعد واممثل التيار السلفي وراهم قاعد لحية مرتبة ممتازة الحمد لله تعالى ع السنة يعني قضة وزيادة شي تمام قاعد وراه شاهد زور من النوع اللي يعجبك اخ اخ يقول ظلت القوات المسلحة بعيدة عن العمل السياسي يا راقل يا راقل مين اللي حكم مصر غيركم انتوا الماسكينها اقتصادا وسياسة وكله انتوا الماسكينه الان اقتصاد مصر اكثر من خمسين بالمئة بيد العسكر وشركاتهم لا تخضع لضرائب ولا لأي رسوم ولا غيره ورايحة لأفراد حجي قولي يا باسط ظلت ما ظلت شي كل الضباط الذين اشاركوا في الانقلاب وطيحة بهم كله صدق صبح والعصار والمصار والبصار والفشار كله راح واخرهم عبدالغني ابو النظارات الى صيحة بالمناسبة هاني ابو ريدا رئيس الاتحاد الرياضي بقول الاخوان المسلمون ايوه يا روح امك وراء الفشل بتاع المنتخب المصري ما فهمناش يا عم ابو ريدا ابو ريدا وراء يعني بالدعاء مثلا اللهم فشل المنتخب المصري بالعكس هم كانوا في محطاتهم ان مكملين والغيره يعني ان مكملين مهم يكونوا شجعوا منتخب مصر ويمدحوا بمحمد صلاح وبالمنتخب لكن الفشلوا سياساتكم كوبر انا قارئ لما جددت العقد مثل ما قال احد المصريين اللي من جمعتكم قال لو كان المدرب المنتخب مصري وفشل كنت تبحته لما مدرب اجنبي يفشل بتجدده العقد انتوا جددتوا العقد لكوبر على الهزائم الاولى وكان اعلامكم ونما بتابع من فضلنا متابعة حسيسة حفيثة كلام عن كوبر فاشل ما بيسواش وما عن دفعوا المئات المالين الجنيهات على ايه كوبر ما يكون كوبر جددتونه جددتونه لك في شي غلط في شي غلط يا ابويا ما زلنا مع يونيوم في الاعلام المصري على غلاف مجلة اخر ساعة اخر عدد اخر ساعة اخر شناعة زي بعضه العادة 4366 رسم كاريكاتير الرسام عمر فهمي مشهور شجرة كبيرة محملة بالسمر سمر قند ثمر ثمر وقد نحت على اعلى ساق الشجرة بخط كبير 30 يونيوم جزء من الشجرة والسيسي بنظرته الشمسية حامل الرشاش المية الابريئ ده بتاع المخزة من قدام وبرش على اصل الشجرة بيسقيه اصله ايه بيسقيه بسقي الشجرة وفيه غصنين مقصوصين انا فسرتهم بعقل التعبان انه انبارك يعني والاخوان انبارك عمه معزز مكرم كل ارصدته محفوظة اباوت 60 بليون دولار ضلت له ما تحسبش عليها ولا مليم واولاده جماله وعلى ربنا يحفظهم بتلاقا وست سوزان انا قال في اعلامكم يواصرين 55 الف قطعة اثرية لطشتهية وزي حواس انتو اللي قلتو موشاني انا بالقل عنوكو ما تحسبتش خالص لعمو كل رموز مبارك برئو وكل رموز الاخوان اني يقتلون على البطيء حربا على الله وعلى الاسلام وعلى القرآن وعلى الدين اخواني ميتوهوكم مجموعة مجرمين عصابات مربوطة لما مدير السي اي اي وشفتوه فلن مارك فلن قال سي سي صديقي منذ خمسة وثلاثين سنة هذا بعترفش برؤساء دول هذا تاين يقول صديقي كان وقت سي سي بودوهم على مي كايو درسون مش هدرسون يا حجي مقلت لكم حفتر عميل سي اي والله قلتها من ربع قرن من اكثر من ثلاثين سنة وإحنا نقول حفتر نسخة القذافي الاسوأ ما حب يسمعه السيسي بنظاراته يحمل رشاش الماء وبصب على أصل الشجرة وفي الشجرة غصنان مقطوعان مثل ما قلنا وفي صباح الخير عدد ثلاثة ومئتين وخمسين تارتين يونيوم ثورة شعب وتاريخ وثورة شعب ضد الأخوان أخوان يقصدون الأسلامة طبعا تارتين يونيوم المصريون لا يحبون من يضيق عليهم عنوان ما قال في صباح الخير للشعب جيش يحميه على وزن للبيت رب يحميه شعب المصري عاوز اللي حن عليه وربنا بعتلك السيسي حن عليكو رفع الأسعار حواريك الأرقام أحيانا ثلاثمية في المية وحيانا خمسة عشر ضعف كونوا معنا في الوصلة الثالثة والأخيرة إلى الملتقى بكم لكن بعد فاصل قصير يسير كونوا معنا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اعزائنا اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوصلة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا كنا نتكلم عن ذكرى تلتين يونيوم وتلتين يوليا اه يونيوم الشعب خرج الشوارع بعد ما أوهموه ريبل تمرد 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 علىهم اخوانا حكم المرشد عمش عاوزين دقون رئيس بدقن رئيس ازراء بدقن يا للهول شو الرأساء سبور وفرموكم عن ناعم زفر من الملوخية من أخي بالأنارب فرموكم فرم الشعب المصري عاوز من يحن عليه حنت عليهم يا ضنايا اشبعتهم حنانا وشافوا مصر بقت شكلها ايه المية راحت والجزر راحت والحكاية ملبن والاشياء معدن وكل نيلة كنا نتكلم عن تلتين يونيوم في الإعلام المصري مطولة شعب ضد الأخوانا اوه اسقط مبارك لا دي بعيدة عنك مبارك ازحول أمريكان فرضوه على السادات خرب في مصر لما فلس واستنفت بعدين حرقت أوراقه ودائما الشعار الإنجليزي القديم من مئة سنة إذا حلت المواعيد غير الأحصنة بغير الحصان والحراثة واحدة الحراثة المواحد والحق الواحد والأرض واحدة من غير الحصان بدل حصان أو دابة أخرى يعني على نفس الوزن من غير القواميز أيوه فغيروا مبارك مبارك قعد معزز مكرم وستحاكم شكليا وقلت لك والله أنا آليها في الأهرام العربي كان يطمن وعدتها مرات سامحولي مهم من ننسى عدتها مرات الضابط المرافق بقول والمجلة ونشروا الكلام لما كان أول حكم مورسي نشروا الكلام فبيقول المندوب الأهرام الضابط بحكي للمندوب الأهرام إنه مبارك كان يطمئن العيال العيال هم من حبيبي العدلي وقمال وعلايا ولا دي اطمئنه بكرة حيشهد لكم أحمد شفيق وترفع القلسة ما تخافوش فتاني يوم يشهد أحمد شفيق ورفعت القلسة القلسة لبعده حيشهد معاكم عمر سليمان ويشهد لكم ما تخافوش قال والله لولاك يا ريس كنا رحنا في ستين دهية بس الحمد لله انت بتطمن ربنا يطمنك إن شاء الله سيطمئن اطمئنان اللي يحبه قلبك مقابل ما خان الأمة وخان الله وخان الدين ده كان يقعد في شرم الشيخ يا سيادة الرئيس سيادة الرئيس المركب غرق وراح فيه ألف حق سمج شايف المباراة شروع لجي بلغه طردوا لأنه عم بيشوف مباراة وسوضت يعني يموت ألف واحد من الحجاج ايه والله هذا حصل وراحوا واحتجي الأهالي ومظاهرات وراحوا ولا بعثوا لهم نجدة ولا إسعاف ولا غيره رئيس عم بيشوف مباريات قال شرمش مش في القاهرة مش في عاصمته منتجع شرمشيخ مش عاوز ضقيق ويتلوز لما كان زور بريطانيا القصر الملكي البريطاني عمل أزمة جايب معاه اللي مشطله شعره وليكويل وأوعيه قالوا عمو احنا مستقبل تو بيرسونز وقال له مشاط الشعر هالشعرات اللي عنده ما شاء الله لابد منه عمل أزمة حسن مبارك متخلف هذا الخلاصة اللي دربوه ونقره بالمجالة إعلام المصري إذا قتل السادات كيف تنجو بنفسك عدت أنا معيد الكلام عشان أوصل للعقل ما يتنسيش إنه ذول صناعة مصنوعين والله والله يا مبارك والله عميل لسي خمسين سنة والله وأكثر أنا بتكلم معلومات مش تخمين ما أنا مشوبت ولا نرجع لموضوعنا يونيوم في الخارق ما قال برضه في صباح الخير مع رسم يصور أوباما اللي صنع اللي صنع يعني حكم الإخوان أوباما وأردوغان وتميم بتاع أطر رسم يعني رسمينهم وراء بعض أوباما في البطن الأساس يعني أردوغان في الوسط وتميم يعني دول اللي قابوا إيه حكم الإخوان وانتوا قابكم مين أوباما وسعي شيء واحد عم أمريكي وأول وفد كونغرس زار الانقلاب واعترف بي وقال لسورة شعب ساندها الجيش أول وفد صهاينا زاروكم وطمق قال لكم احنا معاكم اسبت وبدت المساعدات تنهال عليكم اللي جابوا للإخوان اللي أمريكا من الذي أذأمركم أمرا بالانقلاب من أمريكا وإسرائيل وإسرائيل وبعض الدول العربية دفعت لكم كاش خمسة وستين مليار دولار معروفة معروفة حجه أمآن للشعوب أن تعي كم خدعتم يا شعوب كم غيبتم كم غيب وعيكم كم ضللتم مثل ما قال الشاعر أبو ليش أمتي كم صنم مجدته كم كم التي بعض بعض الزعماء وصلتهم إلى آلهة تعالى الله ما بسوى شيء كشف أطراف المؤامرة الله أكبر أنت المؤامرة أنت المؤامرة لما الشعب رشح الناس وانتخب الشعب مؤامرة أنتم لانقلاب أمر بيت بليل أنت المؤامرة قال الشعب كشف أطراف المؤامرة أنت أطراف المؤامرة أقول لك وعيد لك صورة السيسي على صفحة كاملة رأس محمد الطراوي والسيسي بن الزاراتو الشمسية والطائية العسكرية كاب وكتابه بحرف بارز القائد 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 الله مدد شي برفع الراس يا الله شوف كيف يدب فيها معنويات لأن يؤم لها قائد أمه كالرأس في البدن كل الحواس مربوطة بالراس فالقائد كل شيء سعر السرديني بيده والفسيخ بيده وكله بيده والفقل والكرات والقرقير والشبت والرشاد والرشاد عدي عدي ومقال آخر ماذا لو لم تنجح ثلاثين يونيوم كان مصر خربت الله 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 بس الحمد لله ربنا جابها على السليم السورة السورة لانقلاب لا ده مش انقلاب ده سورة سورة شعب أمريكا قالت كده انت أفهم من أمريكا لا لا طبعا العفو العفو أنا أفهم من أمريكا لعاش اللي بقول أن أفهم من أمريكا دي أموك وستوك وأبوك وخلتكو ماذا لو لم ينجح أيوة السورة والإخوان تنهم مستلمين البلد أقول لك اللي حيحصل إيه حتكتفي مصر ذاتيا وكان سددت ديونه وكان البلد دلوقتي ينتج جمحه مية في المية وكان ينتج دواه دلوقتي وكان ميته محفوظة بدمه مصر عطاشت مصر عطاشت يا من وقعت ورقصت أنت والعم البشير وعم ما أعرفش المهم بتاع أثيوبيا والأشقاء في أثيوبيا الأشقاء بينما قيادة مرسي قيادة متشنقة غبية كان عاوز يخسرنا أثيوبيا أثيوبيا حتخسرك حياتك يا زكي أحمد زكي لا إله إلا الله مدينا نلبش تلاتين يونيوم كان لابد أن تحدث ولو ما كانتش حدست كان مصر دلوقتي بلا فن السلام بلا فن يعني ما كناش من محمد رمضان ما سهلا ما كناش من عدل إمام وبرنامج بتاعي ده ما دي علام ولا ما عرفش عدل علام عفريت عدل علام عدل إمام مجرم كبير ماركسي ملحد عميل لإسرائيل أي والله بتكلم معلومات كتاب مجلدين رجال إسرائيل في مصر ونشر في مصر ونشرته على صفحتي من 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 رجال مصر وعادل إمام بقول نصحني أسامة الباز افتح علاقة مع إسرائيل تصبح نجما عالميا قال ليش فعمر الشريف بقى عالمي إزاي والشريف طبعا يهودي بقى نجما عالميا افتح يا لها عم عادل افتح مع إسرائيل تصبح نجما عالميا وما رمهاش في الأرض النصيحة حطه فودانه حلق وفتح مع السفير الإسرائيلي وبقى ملبن والأشياء معدن وعادل إمام أصبح أقرو فعلى المسلسل الوحيد خمسين مليون جنيه آه أصلا يعادل إمام برنامجه عن زعيم عصابة ما عرفش اسمه إيه والله بدك هنا يشوف برامج لهذا أو غير أعوذ بالله أعوذ بالله لكن أتابع من فضل الله الإعلام على كل حال البرلماني طارق الخولي في عيد السورة سورة المهم تلاتين يونيوم غيرت تاريخ العالم الله أكبر وليس مصر فقط يسلم بؤك يا خولي يسلم خولي يا بؤك يسلم بؤك يا فولي خولي خولي مدبولي فولي غيرت تاريخ العالم وغرافيته وجيولوجيته وغيرت كل حاجة غيرت وجه الشمس واو 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 اشتعوها كبرتوها الله يا خولي هم نجحوك ليش أصلا انت بسواش أجر الحوار أحمد ناصف في العدد أربة ثلاثة تلتمية ستة وستين الشعب أدرك بعد عام واحد أن خراب مصر أيوة على يد القماعة الإرهابية لا هي الإرهابية خراب مصر انتوا اللي خربتوها لكن انتوا اللي شفطتوها مصر كم كلفت التعريف التفريعة كم كلفت التفريعة تمانية وستين مليار جنيه تمانية وستين مليار جنيه عارف الشعب اندفعوا ازاي واتصرفوا ازاي ما عارفش نصهم راح له واسأل عم بتاع اسموه بتاع القناة اللواء لا إلهي لله ما انسى الأسماء يا خراب بيتو هفتكروا دلوقتي هفتكروا دلوقتي ان شاء الله صدمات الأسعار في مصر شوف المراد تحصيله من جيب الشعب بقى كام سبعمية وسبعين مليار جنيه اه مش حاجة وماله حصل يا جدع الشعب عصرتهم مثل الليمونة ما عاد عنده شيء يتعاصر سبعمية وسبعين مليار جنيه مطلوب تحصيلهم من جيب الشعب مشاريع ما فيش ابتكار ما فيش ابداع اقتصادي ما فيش آفاق ما فيش يبقى فيه ايه قيب المواطن ايدك على قيب المواطن ويلهف سبعمية وسبعين مليار جنيه تزاكر المترو ميتين وخمسين في المية ارتفاع من جنيه اكثر والله هذا بعض الخطوط لكن بعض الخطوط المترو من جنيه الى سبعة يعني سبعمية في المية الاوتوبيسات خمسة وعشرين في المية المحروقات خمس اضعاف السولار بالذات خمسة عشر ضعف الطوب خمسة وعبين في المية المياه تلاتة وثلاثين بالمية زيادة يعني كان يدفع مثلا جنيه دلوقتي يدفع جنيه وثلاثة وثلاثين ساغ الاسمنت تزعى جنيه زيادة على الطن رسوم على الطرق السريعة كل من عاوز يمر يدفع رسوم اوبر وكريم خمسة وعشرين في المية زيادة الرسوم رفعوا الدعم عن الخبز طبعا الدعم حكاية حكاية عاوزة شرحة طويل بقى الدعم قصة يا امو لما وصل البترول مية وخمسين دولار البرميل كانت مصر تدعم قول مثلا كده عشرين مليار دولار مثلا مثلا نزل البترول الى خمسين دولار قالك مصر دلوقتي بتدعم باربعين مليار دولار مش فاهم ازاي ازاي ممكن افهم مية وخمسين دولار البرميل كان الدعم مثلا عشرين مليار مثلا نزل السعر الى خمسين دولار السلس ثلث بالعربي ارتفع الدعم الى اربعين مليار كيف كيف هو ارتفع النهب حكاية الدعم حكاية تحتاج الى شرح طويل ابويا عدم صرف الرز في البطاقات الرز مصر ام الرز كنا ايش رز مصري عظم الله اجركم كان زمان تا لسه فاكر بعدين كان يدعموا الرز يعطوا المواطن اثنين كيلو رز مثلا ولا ايه كل شهر دلوقتي يدوه مكارونا ما فيش رز ما فيش ميا نزرع الرز اصل الرز عاوز ميا وما ياما فيش عظم الله اقراكم ايه ندينو مكارونا ولا كان الرز مثل ما قالهم عبد الناصر ناكل فراخ ما ناكل شي نشرب الشاي ما نشرب شي وهو مثل ما بيقول عمر موسى في كتابه كتابية عمر موسى هذا شي تحفى يغطح هيك اشكال المهم بقول عبد الناصر كان يجيلوا اكلوا من سويسرا سويسرا ولا فرنسا يا عم عمر موسى قال لي يعني سويسرا فرنسا ما بيقولش من اكل البلد هذا الرئيس الزاهد اللي بيعيشها القبن الاريش والعيش الله الله كدبين اعلام كداب اعلام كداب ده بيقولوا اكل من سويسرا بطيرة خاصة قول يا باسط كم خدعوكم ايها الناس القطارات 200% حصيرة خمس سنوات حكم اللي اسمعته هذا جزء يسير اخطر منه مصادرة الحريات والانحطاط بالاخلاق واليأس الذي ملأ القلوب والاعلام الهابط والافلام المنحطة والدعارة والعنف والاجرام والقتل والمخدرات والالحاد الان صار في مقاهي للملحدين عموا الحرب على دينكم وتتسع وتنتشر وتمتد بدعوة ضد الاخوان انتوا ضد الاسلام عموا انت اسلام سيبك من الكلام انت اخوان مش مشكلة لكن انتوا انت اسلام خدمة الدين اسمع طبعا مش عقول لك الربا لأ لأ هزبوا الفاظكم يا اخواني قول خدمة الدين الله يعني حلوة الكلمة كده يعني ظريفة خفيفة لطيفة اه خدمة الدين خدمة الدين المهم كانت مية وتلاتة مية وتلاتة وتسعين مليار جنيه بالسنة ودلوقتي مش مشكلة يعني اباوت اربع ضعف بس تضاعفت خمسمية واحد واربعين مليار جنيه يا الله دي الفوائد يا قدعان دي الفوائد خمسمية واحد واربعين مليار جنيه فوائد هسدوا الفوائد ازاي ممكن افهم كل ده ببركات الخمس سنوات ماذا نقول عن رحيل العلامة المحقق فؤاد سزكين الاستاذ الدكتور الحائز على درجة الشرف استاذ درجة اولى بدرجة الشرف فؤاد سزكين اعظم من خدم التراث العربي والاسلامي ربما عبر التاريخ رحمة الله عليه والله بدأ صلاتنا بكتاباته من خمسين سنة سنة تسعة وسبعين حاز جائز الملك فيصل ورحل وعمر واربع وتسعين سنة صلى عليه وشيعه اردوغان وحمل في جنازته ومشي في مسافة ومعه طاقمه الحكومي كل رجال حكومة شالوا في جنازة فؤاد سزكين او سزكين باللفظينا نحن اهم من خدم التراث العربي والاسلامي في قرن كامل اتقن فقط 27 لغة اتقن مش عرف له كلمتين اتليانو لا اتقنها الفرنسي اتقنها الالماني اتقنها الانجليزي اتقنها اسبانيولي اتقنها السلام فؤاد سزكين كان يعمل 17 ساعة في اليوم اردوغان 2019 السنة القادمة سماها اردوغان عام فؤاد سزكين تقديرا لجهوده من اهم كتبه تاريخ التراث العربي المانيا عاش بفرانكفورت فيما اذكر وطلب من المانيا انهم ينشئوا له معهد لتحقيق التراث ودراسة التراث واعاد تركيب بعض المخترعات من خلال المخطوطات الاسترلاب مثلا ولا ولا كثير من الاجهزة والالات اعاد تصميمها من جديد عبقري عبقري هنا مئة عقل في رأسه رحمة الله عليه انشأون معهد مكلفش كثير يعني 150 مليون دولار وانت زعيم وامام ورئيس هذا المعهد وظل يرأسه حتى مات بيقول لي نائب رئيس الجامعة السابق قال لي انا تركت الجامعة وبعرفونيش يعني بروح الجامعة فروحت على المسؤولين مقول لهم يعني انتم كلكم درسين بامريكا الاستاذ الجامعي بظل يدرس في الجامعة ويدفن في الجامعة انا نائب رئيس جامعة بالله بشكيلي قال لي لا تشكيلي ولا بشكيلك يا دكتور مهم ولد سنة 1924 رحمة الله يعني استاذ شرف من الدرجة الاولى مثل ما قلنا اعاد اختراع بعض الالات من خلال قراءة المخطوطات مصر دعت حماس تقيني على القاهرة حماس تكشف عن دعوة مصر لزيادة زيارة القاهرة بشأن الاحتلال الاسرائيلي مش فاهم لما نربط الاخبار ببعض سامع شكر للكلمة اللي قلناها بقول نسعى سعيا حسيسا المزيكة لا ما من عندي عشان انا حل لك يطلع شلبنة واحلى نسعى لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي العربي الاسرائيلي من اجل ايوة استقرار المنطقة حلو يسلم بؤك يا شكري يسلم تمك يا شكري يخليك لأمك يا شكري كلام جواهر استقرار المنطقة المنطقة على كف شيطان حرب في اليمن لا ناقة لنا فيها ولا جمل حرب في العراق لا ناقة لنا فيها ولا جمل حرب في سوريا لكن توقفت الحرب استقررت المنطقة دمرتها المنطقة تآمركم دمرها المنطقة استقرار المنطقة يعني ان تتجذر فيها اسرائيل تبيروتد تتوتد وتتتتتتتت تهيش تتجذر اسرائيل في المنطقة هذا استقرار المنطقة نتخمون بالكلام حلوا عنا التصعيد ضد الاقصى جرفات الاحتلال تداهم الخان الاحمر والمواطنون يتصدون لها لكن أنت أمام عدو شرس مصمم أم بحاصر الأقصى من كل الجهات والله المستعان عشان الشباب يمنعوا الجرافات قاعدوا في البوكت بتاع الجرافة طيب اليوم قاعدوا في البوكت بكرة هذا عدو عنده مخطط وتصميم على تنفيذ المخطط منعتوا اليوم بكرة بمنع اقترابكم من المنطقة بحط حاجز من العسكر وبيقدم جرافات والله المستعان المشكلة أنه لا حماية سياسية تؤيد هؤلاء الشباب للمقاومة ولتحركات شعب فلسطين واستهداف التجمعات الخلاصة والتجمعات الزراعية في الأغوار كله مستهدف بالإنهاء والتفنيش والتخريب لكن رغم سودوية التفاصيل المستقبل لهذا الدين والمستقبل لهذه الأمة النصر لنا والأقصى أقصانا والمسرى مسرانا وعائد لنا إن شاء الله تعالى رضي من رضي غضب من غضب شاء من شاء أبى من أبى الأقصى لنا أحبابنا إخواننا أعزائنا الأخوات الكريمات في نهاية الحلقة أوصي نفسي وإياكم الثبات على هذا الدين والثبات على هذا الحق وأن ندعو إلى الله بكل ما أوتين من جهد وطاقة وقوة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا إلى ملتقبكم ودائما استودعكم الله حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة